واحدة من ابوخ وارخم المشاكل اللي بتواجه تغالبا معظم الناس الجيمرز وهي ان انت بعد ما بتنزل لعبة وديكي تسطبها للاسف بيظهر لك الاولر الرخم ده المستفز اللي بيحسسك ان انت يعني بعد ما حملت ريبها مسلا ميجيجا ولا حاجة مش عارف تثبتها بسبب يعني غباء الرسالة المتخلفة دي اه اللي انك يعني كنت سبق قبل كده وشرحت حلقة ازاي تحل المشكلة ديت بس اللي اكتشافته ان هي مش شغالة مع كل الناس ليه لان انا لاحظت ان الاولر ده جماعة في منه انواع كتيرة هو كله يعني شبه بعضه بس انا اخب بالنا في الاولر هنا شابين رقم حداشر ده ده متغير يعني ساعات بيطلعك نفس الاولر ده بس بدل رقم حداشر بيبقى رقم مسلا واحد انا لقيت تمام من واحد لحد تلاتاشر فكل اولر منه او كل سلة منه بيقيت غالبا لها طريقة مختلفة فالنهار ده ان شاء الله معايا حل الاولر ده اللي هو بتاع رقم حداشر ويعني ده اكيد هيحل لك دي لو انت بواجهك المشكلة دي ده غالبا حلقة النهار ده هتحل لك المشكلة دي انا جربتها وحلتها طيب لو انا عندي ارور برقم تاني ان شاء الله يعني تحلها لك انا الكلام ده مش اكيد هو اكيد مع رقم حداشر بس انا برضو جربتها مع ناس تانية كان بيزولهم بارقام مختلفة والمشكلة اتحلت فده يبقى مضوع حلقة نهاردة ان شاء الله بس لو عجبك الحل يعني وعجبتك الحلقة ارجوك ما تبخلش عليها بلايك كومنت جميع زي كده مش تازم عندك مشكلة عشان تعمل لي كومنت يعني لو الحل تمام معاك والدنيا حلوة تبخلش عليها بكومنت جميع زي كده اشترك في القناة انت او ما تشوفني فعل زر الجرس وهستدوكك العادة برضو اللينك لقناة التليجرام انا بلازل لناك صور وفيديوهات وبرامج وحاجات واخبار مبلزهاش هنا على اليوتيوب اتمنى طبع ان تتشترك فيه قناة التليجرام او انت ممكن تفتح تطبيق التليجرام عندك وكتب بس في ال search sheath o tick هيزلك القناة وبدو الراغي كتير يلا بينا على الحل يا شباب اه طب يا جماعة اتطلوا بعد الانترو كالعادة نخش اعطوه في موضوع الحل طيب بص شاب ركزوا معاك كده في الخطوات خطوة خطوة وما حدش يجري حاجة في الفيديو عشان ان شاء الله المشكلة تتحل معاك طيب اول حاجة هديجي عندك هنا على ال start click mean وتختار كلمة run وهتيجي هنا في ال run هنا كده وتعمل له هنا اللوة shift علامة اللوة في المية بعد كده وعلامة في المية تاني وتقول له هنا كده اوكي هيفتح معاك ده او الصبحة دي هتقول له هنا control a عشان تعلم على كله وتقول له shift delete وما تقللش مش هيمسح لك حاجة مهمة عندك من مفات ولا حاجة لو جاءت لك حاجة كده علم على d وقول له هنا كده تمام مسح اللي مسحه واللي سابه سابه خلاص تمام اقفل دي هنا كده طيب اشباب هتيجي عندك هنا على ال taskbar كده وتقول له click mean وتقول له هنا task manager اضغط عليها هنا كده بعد كده تيجي على اللوة run new task اضغط عليها وهتيجي هنا كده تحط الكلمة دي انا هسابه لكم زي ما اتركوا في ملافة تيكست كده موجودة يعني هتلاقوا فيها كل الحاجات دي امتا ان هي اسمها services dot msc بعد كده تقول له هنا browse هتيجي بعد كده هنا هنا zsbc هتخش عندك على السي هتخش بعد كده على ال windows وهتختار او هتجيب الفولدر اللي هو اسمه system اتنين وترائتين اللي هو الفولدر ده يا شباب هتخشوا عليه بعد كده اكتب cmd عشان يجيب لك على طول اختصارا يعني يجيب لك cmd اللي هي دي اللي هي بالاصمر دي بعد كده اقول له هنا open هيجي لك بالمصدر ده او بالشكل ده هتيجي هنا كده حاول ما تمسحش دي اوف هنا كده بعد كده اعمل مسافة معي كده تقول له هنا dash dash لو ما شرطين جنبه بعض معي كده تقول له هنا update تمام كده هنا في الخانة دي لو انت ظاهر عندك هنا مربع كده فاضي هتلاقي عندك يعني ممكن تعمله على علامة صح انا عندي انا مش ظاهر يعني اسباب تانية او في حاجة عندنا كده عشان كده مش ظاهرة يعني لو ظاهرة زي عندك يعني لو ظاهرة عندك زي عندي كده تمام طب لو انت عندك هنا في مربع اعمل علامة صح عليه وبعد كده اقول له هنا اوكي هيفتح لك اللي هو الشاسو دي او cmd ده طيب هتيجي هناك هتكتب ايه هتقول له بعد كده مسافة سلاش زي ما قلت لكم انا هسيب لكم الاوامر دي في ملافع او انت ممكن تاخدها من الفيديو يعني بقى تقول هنا enter هتسيبوا يعمل update لل policy وعم اعمل update يعني لو انت وصلت معا الحد هنا اديني بقى لايك كده وكومنت كده واشترك في القناة لو انت ما اشتركتش طيب هو كده خلاص قال لي اعمل له بقى اقول له عشان بس اطلع منها يعني اقول له اجزايت خلاص طيب ايفل ده كله بقى هتيجي بعد كده عندك على اللي هو زيز بي سي واتقول له بروبرتس وهتيجي بعد كده تخش هنا الاختار بتاع advanced system setting طبعا انت لو عندك وندوز عشرة ممكن مش مش متذكرة تجيلك بنفس طريقة ولا بس عادي انت ممكن تجيلك يعني اكتب بس advanced system setting هيجيلك الحاجة دي طيب لما تجيلك دي هنا كده اختار هنا advanced بعد كده تقول له هنا setting هتيجي بعد كده وتيجي تقول له هنا change طيب بصوا هتشيلوا علامة الصحي اللي فوق هنا دي ركزوا معي بق بصوا يا شباب على حسب انت عايا ستسبت اللعبة فين هتختار يعني ايه? انا عندي البرتشن دي كلها موجودة عندي على الكمبيوتر. انا عندي السي وعندي الدي وعندي الاي وعندي الاف. طيب انا مثلا لو انا هسطب اللعبة على السي فهتعمل اللي انا هقوله لك ده. طب لا والله عام الشيتو انا مثلا عندي هسطب اللعبة على الدي. هتقف على الدي وتعمل اللي انا هقوله. انتفاهم? فمين اقصد ايه? يعني اللي انا هقوله حالا ده. تعمله في البرتشن اللي انت عايز تثبت عليه اللعبة. فانا هفترض مسلا جدلا ان انا عايز اثبت اللعبة عندي على السي مسلا يعني زي ما تدقى كل واحد يختار ب accomplish that'snyt عليه هاجي هنا على ال size اختارها هنا كده وهاجي هنا كده واقوله مية وهاجي هنا واقوله تلات الاف بعد كده 봤 FDA it's a scope diyorsun بعد كده هقول له هنا اوكي. وهقول له هنا اوكي هو غالباًlio يطلب منك مسلا تامي restart هقول له هنا كمان اوكي. انا ما طلبش مني لينكم نتعملها قبل كده بس هو غالباً هيجيب لك ده انك تامي restart بعد ما هتامي اخر خش كده خشاودي ابقى يا معلم هتلاقي لابة ان شاء الله هتشتغل معاك بشكل طبيعي وعادي جدا. وبعد ما تثبتها لو عايز تلغي اخر قطو عملناها دي ممكن تلغيها عادي خالص. هي مش مؤذية سواء سبتها او لغتها. لو انت عايز تلغيها نفس الكلام. هتخش برضوك على كده. وهتيجي هنا على تقوله هنا وهتيجي برضوك هنا كده وتقوله هنا وهتيجي مسلا ممكن تم جاء مسح دي كده خلاص ويمسح دي معلم خلاص. وتقوله هنا كده اللي هو وتقوله برضوك او كي. هنا او كي. وتقوله او كي. فانت سواء سبتها او ما سبتاش. عمتا بعد يعني هتلاقي الطريقة اشتغلت معاك ان شاء الله. فباشر ابدأك هنشرح النهاردة يعني بازن الله اشتغل مع كل الناس. لو اشتغلت معاك ونفعت معاك اكتبها لي في الكومنتات. ويعني كالعادة لو استفدت مني حاجة ما تنخلش على بلايك كومنت جميل زي كده. وزي ما قلت لكم انا هسيب لكم لينك قط التريجرام حاول تشتركوا فيها بلايك كده حاجات حلوة جميلة. ملاقاش علاقة باليوتيوب حاولوا تشتركوا فيها. وبس كده يا شباب. سلام.